مرحبا يا حلوين كيفكم؟ زي ما انتو شايفين اليوم منا نحكي عن مشترياتي من اي هير بالاخيرة اللي هي لتجهيزات العناية بالشتاء يعني هاي المشتريات للشتاء كيف الواحد يعمل هاي العناية بالشتاء طبعا بالشتاء احنا بنحتاج لترطيب اكبر من الصيف عشان ما يصير بسبب البرد التشققات او يصير عنا اي مشاكل في الجلد بسبب البرد يعني فمنا نشوف هلا انا شو اشتريت مع بعض اول شغلة بدي احكي لكم عنها هو هذا الكريم هذا الكريم هو 30 مل هو متعدد الاستخدامات شو يعني شو بنستفيد منه هو مرطب ومغدي للوجه ممكن تستخدميه الصبح وبقول مثل كريم بكمية قليلة بتعتبري كريم صباح بس او كريم صباح ومساء وخلص بيغتي وبرطب البشرة ممكن تستعمليه كبرايمر مرطب قبل المكياج بحافظ على المكياج وبيخليه فترة اطول وهو هاد الكريم المفضل عند اغلب يعني الميكاب خبراء المكياج اللي بيعملوا للفنانات وبيعملوا للمشاهير في امريكا هو رقم واحد بالمبيعات والافضل مبيعة عندهم واللي بفضله اللي هم خبراء الميكاب للفنانات منهم كيم وكايلي وهدولة كلهم حكوا انه يعني اشخاص اللي بحطوا لهم ميكاب كتير بفضلوه بظهر بشرتهم طريقة ناعمة وحلوة وصحية يعني اكتر المجلات كاتبة عنه مشان هيك تحمست وجبته طبعا هو دايما مش متوفر باي هيرب فاذا شفتوه حبيت وانكم تستخدموه فطلبوه اول ما تلقوه لانه دايما يعني انا كتير صبرت حتى انه جبته وكنت حابة اجيب الحجم الاكبر لكن ما توفر الا حاد هو طبعا بتقدر تحطي استخدام ثالث انك تحط كمية اكبر بالليل وتعتبريه قناع طول الليل ماسك طول الليل او ماسك ليلي او ممكن قبل الميكوب بتحطيه بكمية كبيرة مثلا وبعدين تمسح الفائط وتكملي الميكوب يعني بتخليه اه وبتكملي الميكوب فوقه بس بتخفيفيه اولها بتحط كمية بالذات اللي بشرتها ناشفة وبدها تحط مثلا ميكوب بتشك انه ممكن يعني مثلا زي يعني شو بنحكي اللي هو foundation mat حابة تستعمل واحد بس خايفي ناشف بشرتها بتحط بكمية منه بعدين تمسح اللي زايد وبتحط خلص بتبلش بالميكوب كأنه برايمر ومرطب كل شي مناسب لجميع انواع البشرة واطباء الجلدية يعني اختبروه ووافقوا عليه وهو طبعا بيغذي حكينا بيرطب بيحبس الرطوبة جوه البشرة وكمان بيعمل على بتخلص من نفخان البشرة بعطيها نظارة ونعومة واشراقة فيها مواد مغذية ومرطبة للبشرة ممكن تستخدميه بعد الحلاقة مثلا او اي طريقة تخلص من الشعر بعد الشعر لانه ما في عطور وما في مواد ضارة ابتا هذا اول منتج انا عندي كود خصم راح اتركلكم اياه اذا بتحبوا تستعملوا بيخصملكم على الاسعار يعني فوق اذا في خصم او فوق في اي اشي حابينو اذا حطيتوا الكود الخصم بيخصملكم فوق الاسعار الموجودة فبتركلكم اياه اذا بتحبوا تستعملوا يعني هلأ بنا نحكي عن هاد من قليل هو شو فكرته هاد كتير حلو هاي الفترة ولازم بهاي الفترة اللي هي فترة الشتاء هو عبارة عن لوشن للجسم جو الحمام شو يعني عارفين فكرة البلسم للشعر هاد بلسم للجسم شو يعني يعني من نعمل الخطوة اللي هي من نعمل يعني الرغوة اللي هو شوار جيل شوار كريم اي نوع شوار صابونة للجسم من ليف يعني وبعد ما نخلص منحط كمية عائدنا ومنوزحها على جسمنا منتركه دقايق وبعدنا نشطفه زي البلسم بس انا بحكي عن الجسم هاد للجسم عرفتو بترك الجسم مرتب بالذات بالشتاء الواحد ممكن ما بيحب انه يطول بده يلبس بسرعة ما بده مثلا كسول ما بيحب الكريمات وشعور الكريمات فهاد كتير حلو فترة الشتاء بيرطب وممكن تضيفي عليه انه بس تطلع تحطي كريم اللي بتحبي حسب تحمل جسمك للطرطب ممكن يعني اكتر من هيك بتحمل ايش بيحب جسمك بتقبل الكريمات اكتر لو حطيتي بعده فهاد فكرة حلوة كميته ما شاء الله كبيرة يعني هو اربعمية وخمسين ميل انا رح اترك لكم رابط كل اشي تحت بصندوق الوصف عشان ما تتغلبوا الدوروا على الاشياء زي ما قلت لكم وزي ما وعدتكم والكود الخصم عشان تستفيدوا فهيو هو هاد يم بنشطف يعني بتكم تعرفوا انه بتحطوه على الجسم بعدين لازم تشطفوه فهو زي بلسم الشعر اللي بنحط بعد الشامبو وبنشطف هاد بنحط بعد ما تلاي في جسمك وبعدين بنشطف للإجرين للإيدين للجسم بس مش للوجه طبعا ولا للشعر طبعا بتديروا بالكم بهيك اشي انه ما تزحلقوا في الحمام بتديروا بالكم بهاي الشغلات اللي بتطري جواء الحمام هلأ بيجي عنا برضو اشي انا كتير كتير هاد طبعا بزبدة الشيا بعرفش اذا حكيت ولا نسيت بزبدة الشيا وبتقدر تستخدميه بشكل يومي هلأ هاد هاد هو برضو بزبدة الشيا هو عبارة عن شو هاد زي كريم جواء الحمام هاد بنشطف هاد ما بينشطف يعني هلأ تليفتو ماشي خلينا نمشي خطوة خطوة بعد ما تليفتو حطيتو هاد بتستنوا شوي وبتشطفو بعدين بتحطو هاد وما بتشطفو بتلبسو الروب بتاعكم روب الحمام بتنشفو بتلبسو اوعيكم وخلص هيك بتكونو انتو ترطط بتحبوش هاد وتنتقلو ع هاد عطول حرين بتحبوش هاد وبس هاد انتو حرين بس هاد فكرتو اللي هو كريم على جسم مبلول بتخلي جسمك لسه مبلول بتاخدي كمية منه وتوزع ع كل جسمك ع ايديكي وعجريكي وعجسمك وخلص بتطلعي وبتكملي لبسه وعادي وهو ع جسمك بدو ما تشطفي بزبدة الشيا برضو فهاد كمان كميته 295 مل برضو كبير يعني بس هاد طبعا كميته اكبر فانا كتير حابة اني اجربهم واشوف كيف ريحتهم هاد كله كله رح نعمل انا وياكم يعني عناية في الجسم وعناية بالشعر عناية بالاسناب كل العنايات في سلسلة ان شاء الله مع بعض فتاة الشتاء يعني انا عم بشتري الاشياء اذا بترجعوا للقناة تشوفوا المشتريات كلها هلا كلها ترطيب وشية وهيكلا فترة الشتاء فيه اشياء ارخص فيه شغلات زي هيك وبرضو قلتلكم يعني المهم الفكرة مش مهم نفس نفس المنتج عرفته فرح نعمل سلسلة مشان هيك اشتركوا في القناة عشان مننا نسوي سلسلة مع بعض نعالش كل مشاكل الجسم والبشرة وهيك بالشتاء عشان نوصل للصيف ان شاء الله راضين عن النتائج الوصلين لها فعن دراسة يعني انا الاشياء بختارها مش اني بختار بشكل عشوائي شو بحتاج الجسم بشتاء شو يعني قعدة بعمل ان شاء الله عن دراسة ويعني مهتمة بالموضوع وان شاء الله رح تلاحظوا هذا الاشي معي في كل الحلقات الجاي لما نبلش السلسلة العناية بإذن الله هلأ وين وصلنا هلأ كمان زي ما وعدتكم رح اترك لكم كل شي تحت في صندوق الوصف عنا هذا هو مزيل العرق هذا مزيل العرق انا شارية منه يعني اكتر من مرة اكيد انتوا انا رح اترك لكم الفيديوهات مشترياتي من اي هير ممكن تشوفوها كلها احط لكم اياها موجودة في القناة حتى موجودة في اللي هي مجموعة لحالها لما تفوتوا في الفيديوهات من فيديو لفيديو فيكم تنتقلوا مع بعض اللي هو مشترياتي من اي هير في اكتر مرة اشتريت منه هاد بس كان مش كل مرة ريحة شكل هاد بدون ريحة ومرة جبت باكليل الجبل كمان حلو وطبعا من جوه هو شفاف ما بترك لون فحلو وشوفوا كميتهم منيحة كمان هو 71 جرام خالي من المواد الضارة وهاد مزيل عرق مش مانع للتعرق وبفضل انا مزيل عرق مش مانع للتعرق عشان ما يعمل اي مشاكل لقدام ورح نحكي بهذا الموضوع ان شاء الله بحلقة لحالها عشان انفرق كل شي يعني كون عن معرفة ان شاء الله هلأ في عنا هاد هاد طبعا هو ايجا هيك بس انا رحبتحه معكم هاي الطلبية هلأ وصلت يعني فبسرعة انا صورتلكم اتحمست وبلشت اصور فهو هيك اجبرت وحلو تعرفوا كيف وصلكم الاشياء هاي هاد اكيمكن اغلبكم بعرف شو هو بس للي ما بعرف هو اللي هو عرق السوس هو جذور عدرق السوس شو بنستفيد منه هلا هو بالموقع منبع لانه طريقة غذائية تستعمليه ولازم يكون اسود عشان ما يتأكزت الازازة وهيك ومواد طبيعية وطبعا للاكل بعرف شو بطريقة معينة وهيك بس انا موجايبيت له هو اللي هو جذور عرق السوس بتنحط مع اي كريم للوجه بنقاط معينة مش كمية كبيرة مع كريم الوجه او كريم الجسم بعمل على تفتيح المناطق الداكنة بوحد لون البشرة وهاي هي يعني السلسلة تبعتنا تحت الشتاء ان شاء الله اللي مهتم بتفتيح ونضارة وترطيب والتخلص من اللي هو الاستصبغ في الجسم او الوجه او الكلف يشترك لانه بوعدكم ان شاء الله رح نحل المشاكل كلها فهات هو بتحطيه مع اي ماسك رح نعمل فيه ماسكات خلطات رح نعمل فيه من نخلطه مع كريمات للوجه والجسم ورح نوحد البشرة ان شاء الله ونفتحها من هون للصيف ودائما هاي الاشياء لازم تكون بالشتاء لانه الشمس مش قوية وتوصل للصيف وانتي محالة هاي المشكلة مش تبلش فيها بالصيف غلط لانه الشمس بتخلي ردة الفعل عكسية يعني بدل ما تفتحي بتزيد الصدق تصبغات يعني انتي بتفتحي من هون هي بتتخرب من هون فبفضل انا هاي العنايات اللي فيها تفتيح دائما بالشتاء هلا اخر منتج عنا برضو لنفس الفكرة ترطيب وتفتيح اللي هو هاد هو كريم طبي خالي من كل المواد الضارة ومتفق عليه بالنسبة لطباء الجلديين بس هو اوي تعملي فيه على المهناطق الخشنة يعني زي الاكواع الركب المفاصل اللي هو مثلا الاصابع اليدين جرين المنطقة اللي فيها اسميرار او اللي هو اللي هو جلد الوزة او البطة او الفراولة حسب كل حدا بحكيها بطريقة معينة بس هو المفهوم اللي لكلمة اللي موضوع انه الشعر تحت الجلد مختلف التسميات بس هو احنا كلنا فاهمين شو يعني هو بحل مشكلتها بس ديروا بالكم هذا اللي يستخدم اكتر من يمكن ثلاث مرات بالاسبوع لانه عوي وبالليل بس ولما تبلش تستعملي ما بصير تتعرضي للشمس هو مش للوجه نهائي بس للجسم ولا مش للمناطق الحساسة للمناطق الخشنة الجلد فيها خميل زي ما قلنا الركب والاكواع وهيك فرح يعمل على تقشيرها وترطيبها يعني هو في مواد بتقشر حتى لو انت مش شايفة يعني زي سكرب وحبيبات بس هو كريم بيقشر مع الوقت فبيحل هاي المشاكل مشاكل الشعر تحت الجلد مشاكل اسمرار الركب والاكواع والمفاصل وهاك كل هاد لازم تكوني بدي أرجع أحكي وأأكد إنه بالشتاء بس لما تطلعي حتى لو بالشتاء لازم تحط صنبلوك بنوصل إن شاء الله مع بعض بالصيف حالين مشاكلنا هيك تكون كرتونتنا خلصات بس وش تشتركوا